هذا وتحت شعار انتقدها نظمت مفوضية مرشدات الشارقة في خطوة هي الأولى من نوعها سباق عوائق للفتيات في مقرها بمنطقة الابديع شمل 300 فتاة التفاصيل في التقرير التالي بهدف توسيع الشراكات المجتمعية والتعريف بمفوضية مرشدات الشارقة على نطاق أشمل بين أفراد المجتمع نظمت المفوضية أول سباق عوائق في الإمارة للفتيات لتقديم تجربة مملوئة بالمغامرات وهادفة إلى تحدي قوي المشاركات البدنية والعقلية وتشجيعهن على اتباع أسلوب حياة صحي فعالية أمتيقتها هي أول فعالية سباق حواجز للفتيات في الشارقة بتنظيم مفوضية مرشدات الشارقة طبعا الفعالية تتضمن جانبين رئيسيين الجانب الأول هو سباق الحواجز والحواجز في منها رملية في منها جليدية في منها مائية طبعا المتسابقات لازم يجتازون 16 حاجز للوصول إلى نقطة النهاية وحمد الله كان عندنا أكثر عن 300 متسابقة السباق استهدف الفئات العمرية من السابع حتى الثالث والعشرين حيث قسمت الفتيات المشاركات إلى مجموعتين عمريتين يشاركنا في سباقات تراوحت بين الثالثة وأربعة كيلومترات إلى جانب العديد من الأنشطة المصاحبة والتي شملت لعبة الهروب وتحدي المتاهات وقلعة القبز رحت في هذا المسابقة وكانت وايد حلوة صراحة شكرا أنكم ساعدتوني هنا وساعدتوني وقلتوني شي سهل كيف أتسلق عشان لو ما عرفت ما كنت بطوف آخر شي يعتبر السباق إنجازا يضاف إلى قائمة إنجازات مفوضية مرشدات الشارقة وخطوة جديدة تتناغم مع أهدافها الرامية إلى صقل وإضفاء المزيد من الخبرات إليهن وتشجيعهن على ممارسة الرياضة تنظم مفوضية مرشدات الشارقة هذه المبادرة التي تعد الأولى في إمارة الشارقة وذلك بهدف صقل شخصياتهم وإضافة المزيد من التجارب الممتعة والمفيدة لديهن لأخبار الدار مجلس سويدي الشارقة